موسيقى موفدة أخباري الآن تعثر على وثائق سرية لداعش في سوريا فما هي الأسرار التي كشفتها عن التنظيم كوريا الشمالية تكسر صمتها وتؤكد سعيها للسلام فهل طوط صفحة العداء التاريخي ما بين الجارتين ومؤسس فيسبوك يعتذر ويقر بحصول أخطاء فكيف سيكسب الموقع وثقة مستخدميه مرة أخرى مساء الخير مشاهدين ومتابعين عبر البث المباشر أيضا على قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب في البث المباشر نرحب بكم أيضا في حلقة جديدة من ستوديو الآن بدأ مسلحو المعارضة السورية الخروج من بلدة حرستة المحاصرة في الغوطة الشرقية بموجب اتفاق إجلاء يسلم البلدة إلى النظام بعد سنوات من الحصار والقصف وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن 27 مسلحا و182 مدنيا خرجوا من حرستة مشيرا لأن 1500 مسلح ونحو 6000 مدني سيغادرون في وقت لاحق من اليوم ذاته قتل 14 شخصا على الأقل بتفجير سيارة مفخخة أمام فندق في العاصمة الصومالية مقديش وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة وأوضح ضابط بالشرطة الصومالية أن الانفجار وقع قرب فندق يقع على طريق مكة المكرمة المزدحم الذي كان هدفا لهجمات في السابق شنتها جماعة الشباب المتطرفة المتمركزة في الصومار افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركزا صحيا بمنطقة عرقى بمحافظة شبوى وذلك في إطار مشاريع عملية لإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية في المناطق المحررات بالمحافظة وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر في شبوى أن افتتاح مبنى جمعية تنمية المرأة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتقديم الدعم للمرأة اليمنية وتخفيف معاناتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أطلقت أيضا حملتها التوعوية والتفقيفية ضمن المخيم الطبي الاستشاري الجراحي الخيري بقرية الليسك بمدارية تريم بمحافظة حضر موت اليمنية وبدأ فريق الهيئة حملته بالمناطق الشرقية من مدارية تريم في وادي حضر موت عبر جولات وزيارات لمنازل المواطنين المستهدفين ما أجرى خلالها فحوصات سريعة لهم خاصة لضغط الدم ومستوى السكر في الدم أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن بلاده تتفاوض مع شركائها الأوروبيين على إضافة ملحق إلى الاتفاق النووي الإيراني يتضمن إجراءات أكثر شدة يهدف بالأساس إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية ويتضمن إجراءات جديدة للتفتيش والرقاب على أنشطتها النووية كما لفت المسؤول الأمريكي إلى أن الملحقة سيسعى إلى إجبار طهران على وقف دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن الضريبة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على الشركات الرقمية العملاقة ستؤثر على الميزانية الأوروبية حيث ستؤمن لها نصف حاجتها المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه الضريبة ستتيح موارد جديدة للسياسات الأوروبية من دون الاترار إلى مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد بتقديم المزيد من الموارد طلبت وزيرة العدل الألمانية التحدث إلى المديرين التنفيذيين في فيسبوك لمعرفة ما إذا كان مستخدموا الموقع في بلادها وعددهم 30 مليون قد تأثروا بما وصفته بفضيحة استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين وقالت الوزيرة أنه يجب أن يكون بإمكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التعبير عن رضاهم عن الوصول إلى بياناتهم وليس مجرد تخييرهم ما بين إتاحة البيانات أو عدم الوصول إلى الخدمة تجتاح عاصفة سواحلة بولاية كاليفورنيا الأمريكية ما قد يتسبب في انهيارات أردية خطيرة في المنطقة حيث فر الألاف من منازلهم وقال خبراء التقس ومسؤولون محليون إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على شمال غربي لوس أنجلس حيث جرى إجلاء 25 ألف شخص في الأيام الماضية قالت وكرت الطاقة الدولية إن انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة ازدادت إلى مستوى القياسي العام الماضي بعد استقرارها على مدى ثلاث سنوات نتيجة لزيادة الطلب وتباطئ جهود تحسين كفاءة الطاقة الذي نتج عنه العام الماضي ازياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بمقدار 11% في عام 2017 قلق أممي ازداء مزاعم بحصول هجمات كيميائية في سوريا التفاصيل بعد قليل مشاهدين ابقوا معنا أهلا بكم من جديد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددا كبيرا من المدنيين السوريين يغادرون مدينة دوم الخاضعة لسيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية المرصد أكد أن حوالي 1500 شخص غادروا المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم فيما غادر 2000 يوم الأربعاء مدينة دومة وهي المنطقة الأعلى كثافة سكانية في الغوطة الشرقية ويحصرها النظام بالكامل منذ أكثر من أسبوع إلى ذلك أكد الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا عليه الزعتري أن الوضع مأساوي في مراكز الإيواء التي خصصتها قوات النظام السوري للفرين من الحملة العسكرية في الغوطة الشرقية قرب دمشق اعتبر الزعتري غادات جولته على عدد من مراكز الإيواء في ريف دمشق أنها غير مهيئة لاستقبال المدنيين مشددا على وجوب معالجة هذه الأزمة أبدت الأمم المتحدة تقلقها إزاء مزاعم بحصول هجمات كيميائية في سوريا داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك ردا على جرائم خطيرة واعتبر الأمن العام الأممي أنتونيو جوتيريس أنه من غير المبرر أيضا أن لا يكون هناك رد على هذا الاستخدام قائلا أنه لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب فيما يتعلق بهذه الجرائم كسرت كوريا الشمالية صمتها بشأن الانفراج الدبلوماسي مع واشنطن وسئول مؤكدة أنها تقود مبادرة من أجل السلام ورافضة التكهنات أن العقوبات أجرتها أو أجبرتها على اللجوء للانفراج الدبلوماسي التقليل التالي وتفاصيل هي ربما بوادر سلام تلوح في الأفق في ظل قمم مرتقبة ستشهدها بيونج يونج مع جارتها الجنوبية وعدوها اللدود أمريكا بعد توتر سببته تجاربها الباليستية والنووية تقارب سريع تشهده شبه الجزيرة الكورية بعد تحضير لقمة بين الكوريتين مقرر أواخر أبريل القادم اقترحت سيول أن تكون على مستوى عال لمناقشة بعض التفاصيل على رأسها الأجندة المقترحة متابعون للوضع نوه إلى الأجواء الجدية للمصالحة مع سيول وإشارات التغيير مع واشنطن وتسأل حول ما إذا كانت مبادرة الحوار من أجل السلام تأتي في ذلك الضغوط الدولية التي تواجهها بيونج يونج كي تنأى عن نفسها من مواجهة الغرب أمنه تعبير عن الثقة بالنفس الرئيس الكوري الجنوبي أشار إلى احتمالية عقد قمة ثلاثية تتضمن قادة الكوريتين والولايات المتحدة استنادا إلى نتائج القمة الكورية الكورية والقمة الكورية الشمالية الأمريكية وأكد على ضرورة حل مسائل إزالة الأسلحة النووية من شبه جزيرة الكورية بالكامل وإقرار السلام فيها ومع سعي دبلوماسيين للتحضير للمباحثات وتمهيد الطريق فإن كوريا الشمالية تراقب بعناية كيف يتطور الوضع بما فيه المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة هذه التطورات تسبق اجتماعا وصف بالنادر سيعقده برلمان كوريا الشمالية الشهر المقبل واستهتمام بشان ما إذا كانت كوريا الشمالية سترسل رسائل تسادف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل عقد قمتها المقررة معهم وسيتم التركيز على ما إذا كان الشمال سيعرب عن تغيير محتمل في موقفه تجاه برنامج الأسلحة النووية في البلاد فيما توقع خبراء أن تجري بيونج يونج تغييرا في الوظائف الرئيسية في لجنة شؤون الدولة لتعكس تغييرات الأخيرة في تشكيل الحكومة والمسؤولين العسكريين كما أنها قد تكشف عن إجراءة للإصلاح الاقتصادي فهل سيؤدي هذا الانفتاح إلى حل حالة لزمة النووية الكورية أمنه تحايل ومراوغة معتادة تسعى من خلالها بيونج يونج إلى كسب مزيد من الوقت للحديث عن الموضوع عندما نعبر الهاتف من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق وأستاذ علاقات دولية الدكتور جمال بيومي دكتور مساء الخير أهلا بك معنا قمة بين الكوريتين تسبق القمة الثلاثية المتارى مرتقبة ما بين الكوريتين بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو لقاء ترامب في مبادرة السلام كما سميت يعني هذه القمة ما المتوقع منها خاصة لما تتحدثنا عن قمة الكوريتين ما قبل القمة الثلاثية مع واشنطن يعني نحاول أن يتواصع في مغامر مغامرة كبيرة لأن كل التواصل يعني من من ينصبح لهم غير متواصع نعم لكن على أي حال الشكل يجابي في هذا الاجتماع وأن كوريا هي التي كانت عربة وأنديت قابلة وكوريا كانت تعتمد على صين تستند وعلى الاستحاد السبيل السابق تعتمد عنها الآن أفطون هو أكبر شريف دائم اللي ياسم التحالف وريسيا تتعلي أن تكون جزء من التحالف في مجموعة السامنية الكبار وكلهما يتعى على الاستثمارات الأنبيكية والغربية إذن الزمن تغير وحالفات تغيرت وبالتالي كوريا إن كانت يعني وطاركت عليه أحكوم صالحة أظن أن خطوة للأمام في هذا الخطوة تفيد كله أحكوم أنه خطوة وأنه نعم من خطوة مجاعة والغرب هو الذي سمدها بالغذاء والمعينة طيب هل هذا اللقاء وهذه المبادرة القمة الثلاثية هل يمكن أن تؤدي إلى حل حالة الأزمة إلى تخفيف التوتر إلى يعني ربما تخفيف من التصعيد الذي شهدنا من خلال التصريحات التي سبقت الفترة الماضية وهل هذا هو هدف كوريا الشمالية أم مجرد ربما كسب المزيد من الوقت المراوغة بندركم وهنا نعتمد على الذين يعاونون الاستياد في اتفاذ القرارات والتأكيد أن هناك ديبوناتية في سوريا الشمالية رغم أنها دولة المزيدة للصعودة لكن هناك ديبوناتية عاصلة ويمكن أن تؤدي صعب للقيادة فيها بعض المصائح أيضا رغم أن الواجن سحنة المزيد الرئيس الأمريكي وعفظيه مزال قليلا لكن كثيرا ما توصف بين هذا وذات لعلنا يعني أقول أنني متفاولة متفاولة حذب لأن هذا في صالح العالم سببا التوصف ليس في صالح أحد وليس في صالح كورية ذاتها لأن حتى لو كان لديها طواريخ عبر أو أنابل فهذا لا يفيد هذا الشيء لو ضربت الواقع سيأبعد متفاول عنه وبالتالي أرجو أن يعلو صوت العقل على الجاني طيب هل من تأثير للاجتماع الذي من المرتقب أن يعقده البرلمان الكوري الشمالي والذي يعقد بشكل نادر كما قيل هل يمكن أن يكون له أي تأثير إيجابي على هذه القمة أم أن كل القرارات بالنهاية هي قرارات كيم يونج آن هو الرئيس الكوري ربما يريد أن يستارب أنه يعني على تأييد كامل من الشعب الكوري طبعا البرلمان ولو نظريا هو الذي مكتل في شعبه والذي سوى المشاندة لكي يظهر إلى المفاوضات وهو موطي الانتباع أن الكوري لا تقص وراءه وما ليش دعيما منفرد بالسلطة إنما وراءه برلمان يفوض وفيما تذكر عنه هذه المفاوضات أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا من القاهرة مساعد وزير الخارجي المصري الأسبق وأستاذ علاقة الدولية دكتور جمال بيومي شكرا جزيلا لك فقارات سوديو الآن إذن مستمرة مشاهدين وفيها بعد قليل ردا على عقوبات أمريكية وشيكا الصين تحضر واشنطن من اندلاع حرب تجارية أهلا بكم من جديد عندما ذهبت جنان موسى مفادة أخبار الآن إلى سوريا عثرت على أكثر من خمسة ألاف وثيقة لداعش في محكمة إسلامية مهجورة في مدينة الطبقة بالقرب من الرقا على مدى الأشهر الماضية كانت مفادتنا تعمل على هذه الملفات التي تعطينا فكرة عن عمل التنظيم من الداخل في الجزء الأول من هذه السلسلة نصلط الضو على وثائق داعش التي تتعلق بسبي الإيزيديات والتي توضح أن عملية السبي لم تكن فردية وإنما السياسية رسمية ومتبعة من قبل التنظيم يعني عبارة عن سياسة متبعة من قبله بالتقرير أيضا تصريح حصري للمحامية أمال كلوني التي علقت على هذه الوثائق نتابع وجدت قناة الآن أكثر من خمسة ألاف وثيقة لداعش في سوريا تحديدا في مدينة الطبقة التبعة لولاية الرقة بعد تصفح هذا الكنز الهائل من المعلومات توصلنا إلى هذه الخلاصة إن عملية سبي النساء الأيزيديات من قبل داعش كان عملا ممنهجا ذات طبع مؤسساتي سأعطيكم أمثلة مختلفة توضح ذلك تصفحوا معي هذه الوثيقة التي تحمل عنوان جدول كفالة المجاهد وفيها الحوافز الشهرية التي يستلمها كل مقاتل يختلف هذا المبلغ بناء على الوضع العائلي للجندي يستلم كل مقاتل خمسين دولارا شهريا مقابل الزوجة الواحدة وخمسة وثلاثين دولارا مقابل الطفل الواحد وتظهر الوثيقة أيضا أن داعش كان يدفع مكافأة مالية شهرية لتحفيز المقاتلين على اتخاذ السبايا فمقابل السبايا الواحدة يستلم المقاتل خمسين دولارا شهريا ومقابل كل طفل من أطفال السبايا يستلم خمسة وثلاثين دولارا شهريا سأعطيكم مثالا آخر هذه شهادة خلو أمراض صديرة عن دوان الصحة التابع للتنظيم والتي يجب إرفاقها مع كل عقد زواج انتبهوا إلى المضمون من الإسم والعمر والبلد الأصلي وعدد الزوجات وكذلك طبعا عدد السبايا هذا يعني أن حتى العاملين ضمن دوان الصحة من الأطباء والممرضات ومن يعمل في المختبرات الطبية كانوا يعلمون إن كان الشخص المقبل على الزواج يمتلك سبية أو أكثر مثال آخر هذا كتيب صادر عن اللجنة الإدارية العامة الموارد البشرية والذي يحمله كل إداري يعمل ضمن مؤسسات داعش يحتوي هذا الكتيب على البيانات الشخصية والسلاح المسلم من داعش أيام الخضور والغياب عن العمل وكذلك طبعا عدد السبايا التي يملكها الإداري وعدد أبناء السبايا في كتاب آخر نشير من قبل هيئة البحوث والإفتاء أتبعة لداعش لخص التنظيم ستة فوائد للسبي والاسترقاق أهمها نشر التوحيد على حد قولهم يعتبر داعش أن السبايا يخرج المرأة من محيطها المائش بالشرك إلى بيئة جديدة بعيدة من الشرك والانحراف وأن الانكسار النفسي الذي ستواجهه يجعلها تلجأ إلى الإسلام طوعا أو اضطرارا ما هي أهمية هذه الوثائق؟ سؤال طرحته على المحامية أمال كلوني التي تسعى إلى مقاضات تنظيم داعش أمام محكمة الجنايات الدولية على الجرائم التي ارتكبها بحق الأيزيديين في العراق كلوني أرسلت لنا هذا التصريح المكتوب عبر البريد الإلكتروني على مدى عام أقضوا حملة بالنيابة عن موكلية الأيزيديين للدعوة لإنشاء فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة في العراق وقد استجاب مجلس الأمن أخيرا لهذه الدعوة في أيلول سبتمبر 2017 واتخذ قرارا بإجراء تحقيق إلا أن الفريق غير موجودا على الأرض حتى الآن لذلك يبقى عمل صحفيين وغيرهم لجمع الأدلة قبل تدميرها أو إخفائها أمرا ضروريا باختصار إن السابية والسرقاق الأيزيديات لم يكن عبثا أو سرا بل كان نهجا رسميا متبعا من قبل التنظيم فالأمراء والجنود والإداريون والمشايخ والأطباء والممرضون وحتى المدنيون الذين تزوجوا في مؤسسات داعش كانوا على معرفة أن داعش يقوم بالسبي واسترقاق الأيزيديات للحديث عن الموضوع تنضبنانا عبر الأقمار الصناعية النائب الأيزيدي فيان دخيل عضو في مجلس النواب العراقي من أربيل معنا مباشرة سيدة فيان تابعتي معنا التقرير تقرير مفادة أقبال الآن جنان موسى أظهر بأن عملية سبي الأيزيديات من قبل داعش لم تكن عبثية أو فردية إنما كانت نهج رسمي متبع من قبل التنظيم حضرتك كإيزيدي وكمتابعة أيضا لهذا الموضوع هل توصلت في بحثك لنفس الخلاصة التي ذكرتها جنان قبل قليل شكرا جزيلا لكم ولمشاهديكم الكرام حقيقة واحدة من أهم الأمور التي طلعنا عليها لحد الآن نشكر الصحفية المثابرة جنان موسى على هذا العمل وقناتكم على كشف هذه الحقائق نحن كنا على اطلاع ولكن لم نكن نمتلك لحد الآن وثائق رسمية مثل ما تم عرضها الآن عبر برنامجكم هذا أو عبر هذه الوثاقة التي عرضت الآن نعم كنا نعلم أنه الدولة الإسلامية أو داعش تنتهج منهجية رسمية كدولة مثل ما تسمي نفسها ومؤسساتها كلها تعمل بهذه المنهجية ولكن الآن هذه الوثيقة أو الوثائق التي لديكم تثبت بما لا يحمل أي شك أنه كل من كان مع تنظيم داعش كان له يد في مسألة سبيع الإيزيديات يعني هناك الكلام الكثير اللي يقال أنه من انتم إلى داعش أو من قام بسبع النساء أو من أعطى أو أصدر أوامر بسبب النساء هم المجرمين الذين يجب أن يحاسبوا عبر القضاء ولكن بعد هذه الوثائق المؤكدة نصل إلى نتيجة أنه ليس فقط الأمراء وليس فقط من كانوا مقاتلين لدى داعش لا المؤسسات التي كانت تحت سيطرة داعش كل من عمل في هذه المؤسسات فهو مسؤول لأن هذه الوثائق كانت منتشرة في كل مؤسسات ما تسمم بالدولة الإسلامية نعم كما ذكرت تقرير كل الأطباء والممرضين عندما تأتيهم ورقة ومكتوب عليها عدد السبايا إذن هو يعرف أن أي شخص يراجع هذه الدوائر إذا كان لديه سبايا أو لا حقيقة يعني هذه مسألة مهمة جدا جدا يمكن اعتماد عليها حتى في القضاء هنا في العراق من أجل بسط السيطرة والقبض على المجرمين اللي كانوا مشاركين لداعش يعني إحنا دائما نقول ليس فقط من قام بعملية السبي بشكل فعلي لا هناك من ساعد ولكن لم نمتلك الوثائق الحقيقية التي تثبت من هم الذين يساعدون الآن لدينا الكثير من الدواعش اللي نحن نشك بانتماءهم ولكن ليس لدينا عمليا وثيقة تدينهم هذه الوثائق تدين هؤلاء الأشخاص الذين عملوا في الدوائر التابعة إلى ما تسمى بالدورة الإسلامية طيب هل ممكن أن نذكر سيدة فيان المشاهدين بحجم مأساة الأيزيديين الأيزيديات خاصة عدد ربما الذين هجروا من منازلهم عدد من قتلوا من قبل داعش عدد الأيزيديات سيدات اللي سبين أو تم سبيهن من قبل داعش عزيزتي بداية الكارثة التي حلت بالإيزيديين كان عدد المختطفين من قبل داعش ستة آلاف وسبعمية وتسعين شخص بين نساء وأطفال ورجال طبعا الرجال تم تصفيتهم اللي بقى كانوا المخطوفين عدد الذين استطعنا إرجاعهم إما بالشراء أو هربوا أو عن طريق وسط هم 3450 أي ما يزيد عن ثلاثة آلاف مختطفة سبية وأطفال لا يزالون تحت قبضة داعش عدى طبعا 42 مقبرة جماعية تم العثور عليها في سنجار خلال الفترة الأخيرة تحوي على رفات أطفال ونساء كبار بالسن وما يقارب 12 ألف شخص وقع ضحية القتل والذبح من قبل تنظيم داعش طبعا ولدينا 420 ألف إنسان مشرت ونازح ولا يزال منذ ثلاثة أعوام ونصف أكثر من ثلاثة أعوام ونصف يعيشون في مخيمات النزوح في إقليم كردستان هذه حال العزيدين ولكن لحد الآن للأسف الحكومة العراقية لم تتخذ خطوة عملية من أجل القبض على هؤلاء المجرمين أنا ممتنة جدا لكم وسنستخدم هذه الوثائق التي تم عرضها طبعا بعد إذنكم في إيصالها إلى الحكومة العراقية والجهات المختصة لكي تقوم بمتابعة المجرمين الذين كان لهم يد في حماية المجرمين التي قاموا بسبب سنصل هذا الموضوع لجينان ربما جينان إذا بإمكانها التواصل معك بشكل مباشر حتى لإيجاد ربما آلية لإيصال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية كما ذكرت في التقرير أيضا تحدثت زميلة جينان موسى أن داعش دفع خمسين دولار مكافأة مالية شهرية للمقاتل الواحد مقابل كل سيدة إزيدية أخذها كسبية وخمسة وثلاثين دولار مقابل كل طفل من أطفال السبايا يعني هذه المعلومة هذه التفصيلة بالتحديد هل سمعتها من قبل حقيقة نعم نحن كان لدينا هذه المعلومات من النساء اليزيديات اللي تم تحريرهم من قبضة داعش كما قلت لك إما عن طريق الشراء أو عن طريق الهروب ولكن كانوا مقاتلين داعش يبيعون النساء اليزيديات من بمالغ كبيرة يعني كانت تصل إلى الإمرأة ربما أربعة آلاف إلى خمسة آلاف والطفل إلى ثلاثة آلاف دولار يعني هم كانوا يشترون بخمسين دولار ويبيعونهم لنا بأربعة آلاف وخمسة آلاف دولار يعني أو ما نسمي نستطيع أن نسمي هي التجار بالبشر هؤلاء الأطفال الذين يتحدثون عنهم هم ليس أغلبهم هم يعني من النساء نتيجة للسبب بل هم أطفال هؤلاء النساء اللي تم اختطافهم مع أمهاتهم يعني كانت أم تذهب يختطفونها مع ثلاثة أو أربعة من أطفالها فالمقاتل الداعشي الإرهابي يأخذ خمسين دولار على المرأة ويأخذ خمسة وثلاثين دولار عن كل طفل من أطفال هذه السيدة سيدة فيان فقط لأن هناك نقطتين أيضا أريد الحديث معك فيها إذا ممكن أن نختصر أيضا نظر نديق الوقت نقطة القبل الأخيرة هو أنه بعض من المقاتلين الأجانب الذين تم القبض عليهم نكروا أن لهم أي علاقة بالسبي أحيانا أيضا ينكرون حتى العلم بالموضوع عندما كانوا مع داعش برأيكي هل هذا الأمر وارد أم أن كل من كان على أرض المنطقة التي احتلها داعش كان على علم بالموضوع أنا باعتقادي كل من كان على أرض ويعمل مع داعش كان لديه علم بهذا الشيء ووثائقكم تثبت هذا الشيء ثانيا هؤلاء المقاتلين أيضا كان حتى الأجانب كان لهم سبايا يعني وكان يقومون بعملية السبي والخطف إذن كانوا يعلمون بهذا الشيء نعم طيب سؤال أخير بحسب معلوماتك سيدة فيان هل لازال هناك سيدات إيزيديات بقبضة داعش الأعداد التي نتكلم عنها كم تقريبا وهل تم الكشف عن مصيرهن مع تحرير طبعا الأراضي الواسعة من احتلال داعش سواء في سوريا أو في العراق نعم أنا ذكرت لك لحد الآن لدينا ثلاثة آلاف سيدة وحفل لا يزالون تحت قبضة داعش مجهولين مجهولين نعم مجهولين المكان ويعني نعتقد اعتقاد كبير جدا هم لا يزالون تحت قبضة داعش داعش عندما تتحرك في الأراضي حتى الأراضي المحررة تأخذ هؤلاء السبايا معها الأطفال تستخدمهم كدروع بشرية يعني نحن قبل تقريبا أربعة أيام استطعنا تحرير طفل عمره 11 عاما قال في إفادته أنه كان يدربونه الدواعش حتى يقوم بمقاتلة أو يزجونه في الحروب وذكر أن هناك 120 طفل إيزيدي معه كانوا يتدربون في سوريا للحرب لمقاتلة الأطراف الأخرى على الحدود العراقية السورية شكرا لك على هذه المداخلة معنا سيدة فيان داخيل عضوا في مجلس النواب العراقي من أربيل كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل نائبة الإيزيدية شكرا لك قالت الصين إنها بسدد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها في الوقت الذي يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان عقوبات بحق بيكين بعد اتهامها بسرقة الملكية الفكرية وزارة التجارة قالت إن الصين لن تقف مكتوفة اليدين وتترك حقوقها الشرعية ومصالحها تتعرض للدرر وستأخذ بالتأكيد كافة الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها الشرعية خصصت الحكومة الاتحادية الأمريكية ثلاثمائة وثمانين مليون دولار للمساعدة على حماية أنظمة التصويت من الهجمات الإلكترونية ضمن مشروع قانون لتمويل ميزانية الحكومة الاتحادية وفي حالة موافقة الكونغرس على مشروع القانون ستكون هذه أول خطوة ملموسة يتخذها لتعزيز أمن الانتخابات منذ حملة انتخابات الرئاسة في عام 2016 التي شابتها اتهامات بتدخل روسي هذا التمويل سيوفر منحا للولايات لمساعدتها على شراء آليات للتصويت مؤمنة بشكل أكبر وبإجراء تدقيق بعد الانتخابات وتحسين التدريب أيضا على الأمن الإلكتروني للانتخابات يفوق المبلغ في مشروع القانون بثلاثمائة أو سبعة ملايين دولار أكثر مما طلبت إدارة ترامب تخصيصه لميزانية مكتب التحقيقات الاتحادي مسؤولون عن تحديد المبلغ قالوا أن جزءا منه سيستخدم لتمويل جهود مكافحة التجسس لتوفير حماية من الهجمات الإلكترونية الروسية مستمرون معكم مع السجل الآن بعد قليل نتابع الأمم المتحدة تحدد الأعوام الأكثر حلالة في الأرض منذ بدء تسجيل البيانات أهلا بكم من جديد تحتفل دول العالم اليوم باليوم العالمي للمياه تحت الشعار الطبيعة لأجل المياه لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة ورفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه وإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق ويتزمن معه إطلاق التقرير العالمي لتنمية المائية لعام 2018 تحت عنوان الحلول المائية المعتمدة على الطبيعة المياه هي لبينة أساسية للحياة هي أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة المياه أمر حيوي فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية اليوم يعمل نصف العاملين في العالم أي 1.5 مليار شخص في قطاعات ذات الصلة بالمياه وفضلا عن ذلك تعتمد ما يقرب من جميع الوظائف بغض النظر عن القطاع مباشرة عن المياه ورغما عن الصلة القوية بين الوظائف والمياه فهناك الملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على المياه لاكتساب أرزاقهم لا توفر لهم حمايات حقوق العمل الأساسية ولا يعترف بهم يعيش حاليا أكثر من 663 مليون شخص بدون توفر إمدادات للمياه الصالحة للشرب على مقربة من منازلهم فهم يقضون ساعات لا تحصى أو يقطعون مسافات بعيدة للحصول عن المياه أو يواجهون الآثار السحية لاستخدام المياه الملوثة وتظهر التقديرات أنه إذا استمرت الممارسات الحالية فإن العالم سيواجه نقصا نسبته 40% بين الطلب المتوقع على المياه والإمدادات المتاحة منها بحلول العام 2030 واليوم فإن الزراعة تستهلك نسبته 70% من مسحوبات المياه في العالم وسيتطلب توفير الغذاء لتسعة مليارات نسمة بحلول العام 2050 زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60% وزيادة استهلاك المياه بنسبة 15% وسيحتاج العالم مزيدا من المياه لتوليد الكهرباء وإن كان لا يزال هناك اليوم أكثر من مليار وثلاثمائة ألف شخص يفتقرون إلى الكهرباء للحديث إذن حول هذا الموضوع عندما لنا عبر الهاتف الدكتور محمد داود استشارية الموارد المائية في هيئة أبوظبي للبيئة سيد محمد مثل خير دكتور محمد نرحب بك معنا مرة أخرى في السوديو الآن من ضمن ربما ما ذكره التقرير بهذه المناسبة اليوم العالمي للمياه هو 663 مليون شخص يعيشون بدون مياه صالحة للشرب قريبة من منازلهم يعني مع هذا العصر الذي وصلنا له إلا أن المياه الصالحة للشرب لا تصل إلى مئات الملايين من الأشخاص لماذا؟ دكتور محمد دكتور محمد داود معنا دكتور محمد معنا تسمعوني يبدو أننا فقد نلتصال دكتور محمد داود استشارية الموارد المائية في هيئة أبوظبي للبيئة سنعود إليه في سياق النشرة أو في نشرة لاحقة يشهد العالم إذن موجة غير مسبوقة من الحر الشديد قلال الصيف الجاري وقد توقعت مراكز الأرصاد الجوية المحلية والعالمية أن يكون هذا العام واحدا من أشد الأعوام حرارة منذ عشرات السنين وخلال هذا الصيف تشهد الكرة الأرضية تقلبات جوية قد تؤدي إلى انقلاب في الأحوال الجوية في العديد من مناطق العالم حيث كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة لم يسبق لها مثيل شهدت الكرة الأرضية تقلبات جوية أدت إلى انقلاب في الأحوال الجوية في العديد من مناطق العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا حيث كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة لم يسبق له مثيل وكذلك ارتفاع في الرطوبة النسبية وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية أعلى درجات حرارة منذ بدء تسجيل البيانات وفق ما قالت الأمم المتحدة يوم الخميس وأشارت المنظمة العالمية للإرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوية عن المناخ العالمي إلى أن ظواهر مثل الموجات الحارة في أستراليا ودفء القطب الشمالي ستستمر هذا العام كما قالت إن عاصر المحيط الأطلسي والفيضانات الموسمية في الهند ساهمت في جعل عام 2017 أكثر الأعوام متكبداً للخسائر بسبب الطقس السيء والظواهر المناخية المتطرفة وكتب بيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للإرصاد في التقرير أن عام 2018 بدأ من حيث توقف عام 2017 مشيراً إلى أن الأحوال الجوية القاسية تزهق الأرواح وتدمر سبل العيش وأكد التقرير استنتاجاً سابقاً بأن عام 2016 هو الأكثر سخونة منذ وداية تسجيل البيانات في القرن التاسع عشر ويليه عام 2017 و2015 بالمركز الثاني وتلقي المنظمة العالمية للإرصاد الجوية باللوم في ارتفاع درجات الحرارة على انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري بسبب الأنشطة البشرية وذكر تقرير المنظمة أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في القطب الشمالي في عام 2018 تتناقض مع العواصف الشتوية القاسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأضاف أنه حتى الآن عانت أستراليا والأرجنتين من موجات حر شديدة بينما استمر الجفاف في كينيا والصومال وشهدت مدينة كيبتاون في جنوب أفريقيا نقصاً حداً في المياه وقالت المنظمة العالمية للإرصاد أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تجاوزت الآن أربعمائة جزء في المليون وهو ما يعزز نتائج علمية تؤكد مسؤولية البشر عن ذلك من جديد أعود إلى موضوع اليوم العالمي للمياه والأمم المتحدة التي تقول بأن تسخر الطبيعة لأجل المياه وللحديث عن الموضوع من جديد أعود إلى ضيفي عبر الهاتف دكتور محمد داود استشاري الموارد المائية في هيئة أبوظبي للبيئة دكتور محمد قبل قليل كنت سألتك عن موضوع وجود ملايين الأشخاص بدون مياه سالحة للشرب قريبة من منازلهم إلى حد الآن سببه ماذا؟ نعم هو كما ذكرت حضرتك هناك أسباب كثيرة جداً لجوح الموارد المياه في العالم جزء منها هو الجزء الطبيعي بحيث أن بعض الدول تقع في حزام المناطق الجافة وبالتالي هذه المناطق تعاني من جفاف في الموارد المياه عدم وجود أمطار أو أمطار تقل عن 50 معدلات الأمطار تقل عن 50 ملي متر أو أقل من 100 ملي متر وبالتالي لا يوجد أيضاً موارد مائية طبيعية متجددة عزبة زي الأنهار والبحيرات العزبة فهذه المناطق تعاني من شوح مواردها المائية الطبيعية المتجددة لكن هناك أيضاً في بعض الدول سوق إدارة بحيث أنه إذا عندك بالرغم من وجود مصدر مائي لأن هذا المصدر المائي لا يضار بشكل جيد ويلقى فيه المخلفات والملوسات ويؤدي إلى إهضاره وتلوثه وعدم استخدامه بشكل كوف الحقيقة إنه لو بصينا ليه الشعار المستخدم ليه يوم المياه العالمي هذا العمل ليه الطبيعة من أجل المياه عشان نفهم يعني الطبيعة من أجل المياه نجد أنه حوالي 80% من مياه الصرف الصحي في العالم بتلقى في المجال المائية وتؤدي إلى تلوثها وعدارها عندنا تعريبا حوالي 70% من إجمال المستنقعات والبحيرات العزبة تم تجفيفها واستخدامها كمناطق زراعية ومناطق سكنية كل هذا بيؤدي إلى مشكلة مارض مائية حقيقية طيب يعني كيف يمكن حماية يعني المياه نعلم بأنه توفير أمن مائي هو أصبح من ضمن أبرز تحديات التي ربما تعانيها العديد من الدول التي تفتقر إلى مياه صالحة للشرب حتى في الرأي حتى في الزراعة يعني التحدي توفير الأمن المائي كيف يمكن الوصول إليه؟ تحدي توفير الأمن الباقي بيفرض علينا على الحكومات وعلى المستخدمين في وقت واحد أنهم يوموا بمجهود لما يسمى بضبط طرفي الميزان ضبط طرفي الميزان عندي أو الميزان المائي بتكون من موارد مائية مداحة وعلى الجانب الآخر طلب على هذه الموارد واستخدام لهذه الموارد في قطاعات تنموية مختلفة إذن لابد أن أحافظ على الموارد الموجودة عندي وأحاول أنميها وزودها بأننا نستخدم ربما موارد مائية غير تقليدية زي التحلية زي مياه الصرف الصحي المعالج زي استخدام واستقطاب الندى وغيره 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 وعلى الجانب الآخر لابد أن نهتم بالقطاعات التنموية اللي بتستخدم هذه الموارد بحيث أنهم يتم الترشيد وتعظيم الكفاءة الاقتصادية من الموارد المائية في هذه القطاعات زي الزراعة مثلا نستخدم طرق الزراعة الحديثة الأكثر ترشيدا وتوفيرا للمياه والتي تنتج 10 عام نعم دكتور وهكذا نعم أشكرك جزيلا على هذه المداخلة دكتور محمد داود استشار الموارد المائية في هيئة أبوظبي البيئية كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي شكرا جزيلا لك دربت عصفة سجية تحمل أمطارا متجمدة ورياحا شرق الولايات المتحدة ما أدى إلى شل حركة النقل العام وإغلاق المدارس في عدة مدن وقال مركز التنبؤ بالطقس إن العاصفة ستؤدي إلى تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 30 و 46 سنتيمترا في مناطق من فلادلفيا إلى مدينة نيويورك مستمرون معكم مع السجل الآن بعد قليل نعود لنتابع الفقر القادمة أهلا بكم من جديد قال مارك زوكربرغ رئيس تنفيديو لشركة فيسبوك إن شركته ارتكبت أخطاء فيما يتعلق بالتعامل مع بيانات 50 مليون مستخدمين من مستخدمي خدمتها وتعهد باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتقييد وصول متورية الخدمة لمثل هذه المعلومات أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم تواجه تدقيقا حكوميا متزايدا في أوروبا وفي الولايات المتحدة فيما يتعلق بمزاعم بأن شركة للاستشارات السياسية في لندن استخدمت بشكل غير لائق معلومات تخص المستخدمين ماذا يحدث لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك؟ حالة من الغضب العارم ضد مسؤولي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا بسبب التداعيات الزلزالية لفضيحة استحواذ شركة تابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيانات 50 مليون مستخدم الشركة التي تدير موقعا يشترك فيه نحو ملياري إنسان تخضع للتحقيق بعد الاشتباه في دور لها بتسهيل الوصول إلى بيانات الملايين من مشتركيها بهدف التأثير عليهم سياسيا زلزال الخسائر المدوي خلخل أعمدة الموقع الاجتماعي الأشهر يوم واحد فقط كان كفيلا بخسارة نحو 37 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية مسجلا أكبر تراجع للشركة هذا العام المدير التنفيذي للشركة مارك زوبربرغ كان له نصيب الأسد من هذه الخسارة أكثر من 9 مليارات دولار من أسهم شركته خسيرها خلال 48 ساعة الماضية قلق المستثمرين من أن تواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم غرامات باهظة أو أن يتسبب تضرر سمعتها في انصراف المستخدمين والمعلنين ألقت بظلالها على سمعة الموقع ووضعتها على المحك مشارعون أمريكيون وأوروبيون طالبوا بتفسير لكيفية حصول شركة استشارية على بيانات في العام 2014 ولماذا تقاعست فيسبوك عن إبلاغ مستخدميها؟ الأمر الذي أثار تساؤلات أكبر بشأن خصوصية المستهلكة فيسبوك قالت أنها تجري مراجعة داخلية وخارجية شاملة لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لملايين المستخدمين لا تزال بحوزة شركة استشارات سياسية تردد أنها أساءت استخدام تلك البيانات يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه عدد من المشرعين الجمهوريين في الولايات المتحدة عن قلقهم من انتهاك الخصوصية بعد نشر التقارير الأعلامية التي تفيد بحصول شركة سياسية على البيانات لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الموضوع عندما نعبر الهاتف السيد جمال مرقة خبير تقنية المعلومات من دبي سيد جمال مساء الخير أهلا بك معنا مارك زوكربيرغ يخسر 9 مليارات دولار في 48 ساعة فقط معلومات تكشف بأن فيسبوك ارتكب أخطاء تتعلق ببيانات المستخدمين وحتى مارك زوكربيرغ يعترف بذلك ماذا يحدث لعملاق تواصل الاجتماعي؟ هل بدأ يخسر نفسه؟ هل بدأنا نعيش نهاية فيسبوك؟ لا يعني نعم تفضل تفضل نسمعك تفضل سيد جمال طبعا اللي صار شيء كان له أثر كبير على سمعة شركة الفيسبوك وبتصور له أثر كبير كمان على كل الشركات الشبيهة اللي بتشتغل بمجال التواصل الاجتماعي وبدخلوا بحطوا معلوماتهم فيه طبعا زي ما سمعنا من الرئيس تنفيذي بشركة فيسبوك يدعي أو يقول أنه كان فيه خطاء داخلية بنظام الشركة سمح لشركات أنها تستخدم بيانات المستخدمين بشكل غير صحيح نعم الأثر بتصور رح يكون كبير على شركة فيسبوك والشركات الأخرى لا أعتقد أنه رح يكون نهاية لفيسبوك ولكن رح تكون ضربة قاسية يعني زي ما ذكرته بتقرير كل خسائر كانت بائضة لشركة فيسبوك وإذا منتفرج على الستوك ماركت منشوف أنه معظم الشركات التكنولوجية في أمريكيا وفي أوروبا لكن يعني هذه ليست أول مرة يعني تم اتهام فيسبوك بشيء مماثل وأيضا ربما المستخدمون لم تعد لديهم الثقة في الموقع إذا ما تحدثنا بشكل خاص عن فيسبوك فهو عملاق مواقع التواصل الاجتماعي هو من بدأ أصلا بهذا المجال كموقع يعني هل يمكن الفيسبوك أن يكسب من جديد ثقة المستخدمين نعلم بأنه حسب أخر الأحصائيات الناس أصبحوا يتجهوا إلى المواقع الأخرى كأنستغرام، كسنابشات، كمواقع الجديدة يعني أصبح هناك ربما تراجع في استخدام الفيسبوك نعم يعني بدون شك بقول رح يكون لها تأثير كبير على شركة فيسبوك ومستخدمين فيسبوك ولكن يعني لازم يكون وعي كمان للمستخدم في منطقتنا وفي العالم كله إنه هاي دخولك لمواقع التواصل الاجتماعي وإدخالك لبيانات عن نشاطاتك وعن معلوماتك مش بس فيسبوك بتصور أي شركة أخرى ممكن توقع بنفس المأذق اللي وقعت في فيسبوك حاليا لأن هذه معلومات أنت بتقدمها بطريقتك بتخبر عن نشاطاتك عن هواياتك طيب حضرتك تتحدث من ناحية تقنية وبخبرتك في المجال التقني لكن المستخدمين يعني الناس البعيدة عن تكنولوجيا أو عن خبرة تقنية وخبرة معلوماتية كبيرة عندما يسمعون مثل هذه ربما المعلومات يشعرون بالتخوف من موقع فيسبوك هؤلاء كيف يمكن الفيسبوك أن يكسب ثقتهم من جديد برأيك؟ يعني بدون شك بس هو اللي كثير لازم نكون وعين له أن هي المشكلة مش تقنية بشكل كامل يعني هي المشكلة أكثر هي أن المعلومات اليوم صارت موجودة على الإنترنت وصار بإمكان شركات تجارية وشركات تعمل في هذا المجال أنها تستخدم هذه المعلومات وتستقي منها نتائج ممكن تأثر على خصوصية أي بني آدم سواء كانت موقع فيسبوك أو المواقع الأخرى اليوم فيسبوك يمكن بالصورة بشكل كبير وبتصور راح تكون يعني إلى تداعيات كبيرة على شركة فيسبوك ولكن برأيي أنه اليوم شغلة اشتراكنا بهذه المواقع أصبحت جزء من حياتنا والناس راح تستمر باستخدام هذه المواقع نعم سيجمع يعني ممكن يكون هذا درس لإلنا أن نكون حذرين أكثر في المعلومات التي نحطها بهذه المواقع شكرا لك على هذه المداخلة جمال مرقة خبير تقنية المعلومات كنت مع نابر الهاتف من دبي بالون المعيدة يعد من الطرق الكثيرة والمتشرة لتخفيف الوزن وهناك تقنية جديدة طبية في أنواع بالون المعيدة تفاصيل مع مختصة بالملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدال توصل باحثون إلى أن استخدام كابسولات بالون المعيدة تساعد مرضى البدانة على خسارة وزن أكبر بمقدار الضعفين بالمقارنة مع مرضى البدانة الذين يكتفون باتباع الحمية وممارسة التمارين الرياضية التقينا بأخصاء الجهاز الهضمي وعلاج السمنة من غير الجراحة الطبيب طارق صالح وأفادنا بالتالي مساء الخير دكتور دكتور اليوم عندنا موضوع يعني يتكلم عن أنواع بالون المعيدة وذكرت لي دكتور أن البالون المعيدة ليس فقط يعني هو واحدة أو اثنين هو ستة أنواع وكل نوع له حالة معينة طبية معينة لو تشرح لنا دكتور إيش أنواع البالونات بالونات سنة طريبا عشرين سنوات عملون في عنا ست نوع بالونات بالصول في عنا البالون يتعبى ماي يدلو ستة أشهر في عنا البالون بيتعبى ماي نرجع من عبيه ماي كمان تانية وبيدلو سنة يسمى بلون ممكن نرجع نفوت نرجع نعبي أكتر في عنا بلون جديد اسمه ريشيب بالون وبالونين مع بعضهم مربطين ع بعضهم بيعطي مجال ليكون في أقل إزعاج بداين كمان ستة شهر هذا دهر جديد بالصول اسمه ريشيب بالون ريشيب بالون ريشيب بالون والبالون ستة شهر هذي كلهم موفقين فيهم بأمريكا وعندهم فدية أقل في عنا كابسولات البالون عنا الكابسولة أو بالون نعبي هوا ما بياخد مسيحة كتير رفيع صغير وما فيو وزن بنبلعوه بالإشعة بسوصل على المعدة بنعبي هوا وبدن منزار بروح أبيته بعد ستة شهر بنعمل منزار نسحبوه وفي عنا الكابسولة الزكية اللي بسموها بالون كابسولة بنبلعه بس توصل على المعدة بنعبيه ماي بعد أربعة شهر بتنفس لحاله بتروح بالبراز هذي الكابسولة معها الشريط بيخلينا نعبيه ماي بعد أربعة شهر بهالفتحة تفتح لحاله وبينزل بالبراز بدون منزار ولا على الأوبل ولا بعدين هذي الكابسولة الأوبلون تعبه هوا بعد ستة شهر بنعمل منزار نسحبه وهو البلونات البلون ستة شهر ممكن يكون بلون سنة ممكن نقدر نجع ندخل نجع نعبيه إذا بحاش ندعف أكتر ونخلي سنة هذي نجري بلون بلونين مع بعضهم بيناتهم معلقين مع بعضهم هون تقريبا ثلاثمئة وخمس وسبعين نعبيه هون ثلاثمئة وخمس وسبعين بيصير فيه بجهتين وزن خفيف بلا ما يكون فيه بجهة واحدة خمسمئة وهذه كلهم بيأخذوا مساحة بالمعدة بيخلوا الأكل ما ينهضم بسرعة بساعتها بيشتغل على نوعية الأكل ومنقوي عضلاتنا كمال بس نسحبوا بس يروح مفعولهم ما يجوع يزيد وزن مع الوقت هذا سبب أنه يجب أن نتابع مع الحكيم التاغذي ستة شهر بعد أن نسحب البلون الوزن لا يجوع يطلع عن جديد ويجب أن نعمل رياضة كمال تجعل الوزن يستمر يعد الشعور بالجوع طوال الوقت واحدا من أكثر الأشياء إحباطا إذ يجعل الحفاظ على وزن مثالي أو اتباع حمية غذائية أمرا صعبا أو شبه مستحيلة أمل جديد لاحب الأفق لمن يعاني من هذه المشكلة التفاصيل في سيعتقل الزميلة ديمان أجم في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة السمنة تمكن باحثون من خفض الإحساس بالجوع في مرضى يعانون من البدانة بتجميد العصب الذي ينقل إشارات الجوع إلى الجسم وفق ما أعلنت دراسة جديدة في الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد ذوي الوزن الزائد أو البدنة مئة وستين مليون شخص أظهرت الدراسة أن مئة في المئة من الذين أخضعوا للعلاج شعروا بدرجة أقل من الجوع دون أي مضاعفات أو آثار جانبية سلبية وبعضهم انخفض وزنهم في غضون تسعين يوما أوضح الباحثون أن إشارة على شكل نبضة كهربائية صغرى ترسل عند الشعور بالجوع من المعدة إلى الدماغ عبر العصب المبهم متسببة في الشعور الافتراضي بالجوع وتكون هذه الإشارة لدى ذوي الوزن الزائد أو البدناء أكبر وأنشطة بكثير منها لدى النحفاء ما يجعل ذوي الوزن الزائد والبدناء يشعرون بالجوع حتى بعد تناول ما يكفي من السعرات استخدم الباحثون غاز أرغون لتجميد العصب المبهم لدى المشاركين في البحث وأكدوا أن العملية تستغرق نحو خمسة وعشرين دقيقة وبلا أي ألم عمليا وحين سئل المشاركون كيف تغيرت شهيتهم بعد ثلاثين وستين وتسعين يوما على العملية أجمعوا على أن شعورهم بالجوع أصبح أقل من السابق وبعد تسعين يوما انخفض وزن جميع المشاركين باستثناء مشاركة واحد وبحسب الباحثين فإن مفعول العملية يستمر بين 9 و 12 شهرا وهي فترة كافية للاستراحة من إشارات الجوع التي أوقفها تجميد العصب واكتساب عادات صحية في الأكل إذا كنت بدينا وتريد السفرة فاحذر من درجة رجال الأعمال على متن الطائرات التيلندية إذ أثرت الخطوط التيلندية جذرا واسعا في الأون الأخيرة بعدما أنقصت طول الحزام في درجة رجال الأعمال لطائراتها الجديدة بسبب تركيب وسائد هوائية للأحزمة في درجة رجال الأعمال على متن هذه الطائرات عمال نظافة في العاصمة التركية أنقرة يعزفون الموسيقى ولكن ليس بآلات موسيقية تقليدية وإنما بصناديق القمامة والمكانس كونوا إذن عمال النظافة في العاصمة التركية أنقرة فرقة موسيقية أطلقوا عليها اسم تينبان ويستخدم العمال الحاويات البلاستيكية والمكانس خلال عروضهم الموسيقية ويلجأوا عمال النظافة إذن إلى بعض القضبان المعدنية لإستخدامها كأدوات إقاعية للمزيد دائما تابعونا على الموقع الإلكتروني وتواصلوا معنا عبر فيسبوك وتويتر وتابعوا بثنا مباشرة على التلفزيون الآن على الموقع تحيات لكم مني ونمعد نضال عمرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر